السلام عليكم على فكرة طرف فالي أبو أسمع منكم ويش رأيكم انتم هل الدراسة أهم للبنت ولا الزواج يعني إذا جاها مثلا عريس وهي تدرس هل نقول لا لأخي لا تكمل دراستها ولا لنخلت الزوج يعني أبو أسمع تعليقاتكم صراحة أنا والعياذ بالله من كلمة أنا عندي رأي في الموضوع اللي هو شوفوا يعني العفة قدرات سبحان الله في ناس ما شاء الله عندهم القدرة أنهم يعفون أنفسهم في ناس ما شاء الله يعني يحتاجون أنهم يكونوا متزوجين فعن حسب الشخص احتياجه لهذا الشي هو حاس نفسه أنه يقدر يعف نفسه حلو بالعكس أحسن يكمل دراسته من غير ما يدخل قبل ما يدخل مسؤوليات والأشياء هذه كلها والأولاد ويعني يتخلص من الموضوع هذا يصير عنده يعني تعليم وهذا حيفيدها أصلا بعدين في تربية عيارها إن شاء الله لكن لو حستنا إنا ما تأمن على نفسها الفتنة لا تتزوج عادي وفي مليون طريقة أن تتزوج فيها يعني بحيث أنها تكمل دراستها في نفس الوقت بس يعني الفكرة اللي أنا ضدها صراحة لما الأهالي يرفضوا الفكرة تماما فكرة الزواج هيقولوا أنها هيشغلها على مستقبلها طيب يعني إذا قلتوا زي كذا وصممتوا على رأيكم بهذه الطريقة المشكلة أنه ممكن هي البنت تنحرف لو عندها احتجات معينة صح ولا لا ممكن تدخل في قصص عشق وحب وغرام وما أدري إيش وكل هذا هيكون في ذنبه في رقبتكم أنتم وذنب في رقبتها هي أيضا صح فليش الواحد يحط نفسه في مسؤولية أمام الله عز وجل إذا هي تبغى تتزوج وهي حاس أنها هي قادرة على الزواج وعلى المسؤولياته وجمع ما بين الدراسة وبين الزواج ليش لا سبحان الله إحنا مين إحنا شي نقرر صح ولله فأنا أشوف أنه هذه بها الطريقة صراحة حتى أنه عندي عيال يعني وأنا كلمتهم في هالمسألة بصراحة قلتهم يعني شوفوا أهم شيء أنه الإنسان يعيش حياته بالحلال يعني أنه ما يدخل في علاقات محرمة يظل خلاص دائما يعني عفيف إن شاء الله إذا حس أنه ما هو قادر يتحمل وقتها عاد لا خلاص يعني عارفي يحاول أنه يستر على نفسه ويعف نفسه بالحلال لكن أني أنا سكلهم الأبواب أقولهم لا ما في إلا لما تتزوجون إلا لما تتخلصون دراسة حقا هتحمل ذنبهم أنا في يوم رقيامة لا أعوذ بالله من الشيطان رجيم لا والله ما أتحمل شيء صراحة كذا بسؤولية كبيرة أنيوز عن عموم هذا فكرتي أنا ورأيي أنا بس أحب أسمع منكم بعد أنتو إيش رأيكم يمكن تقلعوني في رأيكم أنتم الله المستعان يلا السلام عليكم